تلقى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بمناسبة تولي سموه رئاسة مجلس الوزراء برقية تهنئة من صاحبة السمو الملكي الأمير سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة جلالة الملك المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظه الله عبرت فيها عن خالص التهاني والتبركات بالثقة الملكية السامية التي أولاها حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى لسموه مشيدة حفظه الله بالسعي المخلص والعطاء اللامحدود لسموه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لتعزيز نهضة الوطني وإثراء نماءه والسير على نهج أصيل خط دربه قادة كرام قامت على رؤيتهم أركان الدولة المدنية الحديثة التي يحمي ويرسخ مكتسباتها قائد مسيرة الخير والرخاء حضرت صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه برؤيته المتجددة والرحبة التي يعمل بكل جد واجتهاد سموه على أن تكون واقعا معاشا لأهل البحرين الكرام ورفعة بلادنا العزيزة وأعربت سموها عن ثقتها بأن سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء خير من يتولى هذه المسؤولية الهامة بعون من الله وبحسب ما يقتضيه شرف خدمة الوطن وتلبية نداء الواجب الذي كان سموه وما زال عليه وفي مقدمة ركبه مقدما مقدما في سبيل ذلك الغالي والنفيس وعاقدا عزم التطوير والتجديد لكل ما يسمو بالوطن ويساند مليكه المفدى ويرتقي بشؤون شعب البحرين الوفي داعية المولى عز وجل أن يحفظ سموه ويسدد خطاه بالتوفيق والنجاح ويعينه على حمل هذه المسؤولية ترجمة نانسي قنقر